في الفيديو ده هقاريك ازاي تعمل تطبيق من غير ما تتعلم البرمجة تابع ما يا الشرح ويا اللابينة طبعا حضراتكم اول حاجة هنفتح جوجل لو حضراتكم محتاجين شرح عن طريق الموبايل اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله هشرح عن طريق الموبايل تمام اول حاجة فقا عشان نبدأ ان احنا نعمل تطبيق احترافي من البداية حتى الاحتراف بدون برمجة خالص تمام تمام طبعا حضراتكم في البحث هنا هنكتب شات جي بي تي وبعد كده هنخش على اول موقع تمام طبعا حضراتكم شات جي بي تي هيفتح معاكم بالشكل ده ولو طلب منكم تسجيل دخول فانتم هتسجله عن طريق جوجل وبأسهل طريقة جدا جدا طيب انت دلوقتي هتسألني تقولي يا بيسو هنعمل ايه عن طريق شات جي بي تي هقولك دلوقتي تمام هنكتب هنا التطبيق اللي احنا عايزينه يعني انا مثلا هقوله اعمل لي تمام اعمل لي اتش تي ام ال اتش تي ام ال تمام عشان ده الكود اللي هناخده ان شاء الله عشان هنروح لموقع هو اللي هيعمل لنا التطبيق وكل حاجة ما تستعجلوش تابعوا الشرح من البداية للنهاية هقوله مثلا اعمل لي تطبيق الى حسبة تمام ويكون الخلفية سوداء تمام سوداء زي ما انتم شايفين بعد كده هضغط على انتر دلوقتي حضراتكم بيبدأ ان هو يكتب لي الكود اللي اتش تي ام ال اللي انا قلتلكم عليه تمام هنسيبه اللي هو يخلص للنهاية دلوقتي حضراتكم هو خلاص خلص الكود معانا عشان نستعرضي التطبيق ده نشوفه يعني ونشوفه هل هو في مشاكل ولا لا هنيجي نفتح متصفح جديد وطبعا اللينك نعسيبه لكو اول كومنت او في الوصف تمام هتفتحوه دلوقتي حضراتكم الموقع هيفتح معاكم بالشكل ده هندغط على حاجة اسمه تمام هندغط عليها دلوقتي حضراتكم زي ما انتم شايفين فاتح معانا صفحة تانية هنرجع لشات جي بتي ناخد الكود ده copy او نسخ يعني تمام هنروح على الموقع نحط بس هنا تمام وزي ما انتم شايفين اهم حاجة يكون متعلم على html تمام زي ما انتم شايفين احنا كده جربنا التطبيق وفتح معانا بنشوفه هل في اخطاء ولا لا طبعا عندك هنا اي او اس يعني ده ايفون وهنا نضغط هنا على اندوريد يعني بنستعرضي التطبيق للاندوريد او للايفون تمام تمام زي ما انتم شايفين في هنا مشكلة وان الالة حاسبة مش افضل حاجة عشان نحل المشكلة دي هرجع لشات جي بتي واقول له اعمل لي كود اخر وعدل الالة حاسبة خليها كاملة دلوقتي حضراتكم هو بدأ خلاص عمل الكود وخلص هناخد نسخ تمام للكود بعد كده نرجع للموقع ونعمل ريفريش تمام وهنلسك الكود او نعمل له بست يعني هنا تمام دلوقتي حضراتكم بعد ما حطنا الكود ظهر معانا على حاسبة بشكل جديد زي ما انتم شايفين باقة شكلها مميز ويعتبر كده متنسكة تمام تمام طيب دلوقتي كده تعالى نجرب نكتم مثلا عشرة زائد عشرة وهنعمل يساوي طلع معانا عشرين طيب هنمسح ونكتم مثلا مية زائد مية نضغط على يساوي طلع متين يبقى كده الكود تمام وكل حاجة تمام بعد ما حضراتكم تكتنعوا بالتطبيق وكل حاجة تمام وما فيش اي لغبطة او مشاكل هنروح دلوقتي نروح على شات جي بتي ناخد الكود نسخ تمام او من الموقع ده تاخدون نسخ كله كده الكود ده تمام اهو زي ما انتم شايفين نسخ بعد كده في الموقع اللي هو التالت ده هسابهلكو برضو في الوصف هنضغط على sign up بعد كده نختار الاسم وهنا نختار المكان اللي احنا عايشين فيه او البلد بتاعتنا يعني ايجيبت انا من مصر بعد كده ندخل ايميل وهنا password ونضغط على لامة الصح ونضغط على send او الاسهل تضغط على جوجل وتسجل باي جيميل معاك دلوقتي حضراتكم انا خلاص جلت دخول فدلوقتي عندي تطبيقين كنت اعملهم قبل كده فانتم هتلاقوا عندكم الموقع فاضي خالص هتلاقوا كلمة create app دي اللي موجودة هنضغط عليها عشان نبدأ ان احنا نعمل التطبيق بتاعنا واقول لكم الكود اللي احنا ناخدنا نسخ ده فيدي تقيد الوقتي اللي احنا طبعا هنعمل به التطبيق تمام طبعا حضراتكم هنا بيقول لك اب نيم يعني حط اسم التطبيق او الابليكيشن اللي انت عايز تعمله عشان تفهمه اكتر نضغط هنا بعد كده على ترجمة وللغة العربية تمام الموقع معنا هيتغير للغة العربية كويس جدا اول حاجة وليكن انا عامل التطبيق الا حسبة هكتب مثلا الالة الالة حسبة تمام بعد ما حضراتكم تكتبوا اسم التطبيق انا كتبت الا حسبة انتم بقع على حسب انتم عملتوا تطبيق ايه فكتبوا على حسب التطبيق تمام بعد كده بيقول لك ايكونة التطبيق يعني حط صورة التطبيق تمام انا وليكن عامل الالة حسبة هروح على موقع تاني كده او متصفح جديد مع زرطا هكتب الالة حسبة تمام وهضغط على بحس هضغط على الصور بعد كده هدور على مسلا اي صورة الالة حسبة وليكن عجبتني مسلا اه الصورة دي تمام هاخدها كده كليك يمين بعد كده هضغط على حفز الصورة وبعد كده انزلها عندي في الديسك توب وهرجع للموقع واضغط على اختيار ملف تمام واختار الصورة بتاعتي اللي انا جدتها دي طبعا يا جماعة الصورة اللي هتظهر خارج التطبيق تمام ايكونة التطبيق يعني تمام بعد كده اللغة العربية هتخليها زي ما هي او تختار اللغة الانجليزية مفيش مشكلة بس لا افضل تخليها لغة عربية زي ما هي بعد كده بيقول لك هنا وصف التطبيق طب الوصف ده هنكتبه يما يدوي بايدنا يما هنروح على شاتج هقول له اكتب لي وصف مختصر عن الالة حسبة اهو وهيبدأ ان هو يعمل لي وصف بسرعة اهي زي ما انتم شايفين ااخد وصف نسخي كده تمام بعد كده اروح للموقع هحط بيست هنا الاهم يا جماعة يكون الوصف مختصر تمام والناس تفهم التطبيق عبارة عن ايه تمام وليكن انا هكتب مثلا اهو همسح كل كلام ده هكتب مثلا هذا التطبيق عبارة عن الالة حسبة او الالة حسبة تمام وانتم بقى تشرحوا وصف مختصر كده يعني عشان الناس تفهم التطبيق او الابليكيشن عبارة عن ايه بعد كده هنضغط على التالي دلوقتي حضراتكم هيظر معاكم الشكل ده هتسيبوها زي ما هي على اول واحدة تمام هنضغط على التالي بعد كده هنضغط على حاجة اسمها ويب ااب تمام انتظروا معايا هقول لكم ازاي تحطوا الكود دلوقتي وبأسهل طريقة تمام دلوقتي هنا ظهر معانا شكل جديد هنرجع برضو عشان تفهموا نترجم تمام هنترجم كل حاجة زي ما انتم مشايفين هنكتب مثلا اي حاجة الالة حسبة تمام وهنا هنحط اي لينك تمام يعني اي لينك يعني مثلا انا هحط شاتج بتي عشان برضو يا جماعة احنا هنغير كل الكلام دلوقتي تمام اهو بعد كده هضغط على التالي الاهم انك تحط اي لينك كده عشان يعمل معاك علامة صح ويعديك من الموضوع ده بعد كده هنضغط هنا تمام جوتو ااب منجر تلوقتي حضراتكم لو ضغطنا على حاجة اسمها الاقسام وضغطنا على قلم ده هتلاقوا شاتج بتي او اللينك اللي احنا حطناه طيب هنضغط على انشاء كسم بعد كده نختار اتش تي ام ال تمام هنضغط على اتش تي ام ال بعد كده نعلم على تاني خيار ونضغط على التالي ونمسح كل ده تمام ونجيب الكود بتاعنا اللي هو بتاع التطبيق تمام زي ما انتم مش شوفين هنحطه بيست هنا ونسمي التطبيق برضو اي حاجة تمام اي حاجة عشان بس يعرف ان التطبيق ده جديد او اللي اتش تي ام ال ده جديد يعني اللي احنا حطناه بعد كده نضغط على اي حفز تمام ونضغط على الخلف بعد كده بقى نمسح اللينك تمام اللي هو ده تمام اي هو اللينك ده هنتأكد برضه زي ما انتم مش شوفين نضغط على علامة الex ونعم دلوقتي بقى بقى معانا الاتش تي ام لي بتاعنا اللي هو التطبيق تمام تمام دلوقتي هنضغط على الحاجة اسمها معلومات عامة ونضغط على الاسم والايكونة تمام من هنا تقدر بيقول لك انك تغير اسم التطبيق تغير اسم التطبيق تسميه اي حاجة تمام هنا معرف التطبيق تحط اي حاجة تمام وليكن هكتب مثلا اب خمسة اتنين اتنين تلاتة انت اي حاجة تعملها المهم يكون حاجة مميزة بما تضغط على تعيين افتراضي وتخلي التطبيق يعمل لك ارقام واسم افتراضيا تمام دلوقتي حضراتكم عندنا حاجة اسمها اسم الاسدار ودي سيبها زي ما هي لو عملت مثلا تحديث للتطبيق ممكن تغيرها بدل ما هو يكون تسعة تمانية ممكن تخليها تسعة تسعة تمام ده التحديث الجديد مثلا الاسدار الجديد يعني بتاع التطبيق او مثلا تخليه عشرة نقطة تمانية او خمسة فهمتوني انا مثلا هخليها على تعيين افتراضي بعد كده عندك هنا الايكونة بتاعت التطبيق اللي احنا اخترناها وهي الالة حسبة عايز تغيرها هتضغط هنا بعد كده هيوجهك على سطح المكتب زي ما انتم شايفين برضو خلي كل حاجة فعالية زي ما انتم شايفين قدامكم انا برضو عايز افاهمكم واحدة واحدة دلوقتي بقى نيجي للي بعده تمام لو عايزين كل ده تلقائي زي ما هو تسيبه ما تغيروش حاجة تمام نضغط على يحفظ وبعد كده على نعم تمام هو كده حفظ تمام بعد كده بعد ما ضغطنا على اسم والايكونة هنيجي بقى على حاجة اسمها العام هنا بقى حضراتكم هنا الوصف اللي احنا عملناه للتطبيق عشان الناس تعرف التطبيق عبارة عن ايه تمام بعد كده هنسيب كل حاجة زي ما هي برضو وندغط على يحفظ وزي ما انتم شايفين لو عايزين تغيرو اي حاجة تمام فيه هنا بس كام خطوة مهمة هنا حاجة اسمها اطلب تأكيد الخروج يعني حضراتكم لما حد يضغط على خروج التطبيق يطلب منه تاني انه يخرج ولا لا يعني يظهر له لا او نعم لو ضغط على نعم فهو هيخرج لو ضغط على لا فهو مش هيخرج الا افضل انك تسيبها على لا يعني تمام برضو عندكم حاجة مهمة وهي بقاء الشاشة قيادة التشغيل لو عايز التطبيق يفضل تشغال بدون ما يقفل يعني بدون ما الموبايل يقفل تقدر انك تخليها على نعم لو مش عايز تقدر تخليها على لا تمام فانا برضو مش ههعملها برضو عندكم حاجة اسمها السماح بلقطات الشاشة لو عايزين حد ياخد سكرين شوت داخل التطبيق فانتو هتضغطوا على نعم لو مش عايزين هتضغطوا على لا وطبعا دي تقريبا مش شغالة اصلا في الموقع تمام اي حد ياخد سكرين شوت عادي فدي لها موضوع تاني اخر يعني المهم ننزل تحت كده نضغط على يحفظ انا مثلا مش هعمل حاجة في كلمة يشارك دي او مش هحط حاجة هنا خالص تمام هنيجي برضو عند حاجة اسمها رسالة الاطلاق طبعا حضراتكم دي لو عايزين تفعلوها ما فيش مشكلة طبعا هي اختياري لو عايزين تكتبوا حاجة او تظهر اول ما الشخص يفتح التطبيق ما فيش مشكلة مثلا هكتب السلام عليكم تمام اول ما يفتح التطبيق هيظهر عندهم كلمة السلام عليكم تمام وهضغط على يحفظ فانا دلوقتي مش عايز اعملها تمام هنيجي على حاجة اسمها تقييم التطبيق ودي طبعا يا جماعة لو انت نزلت التطبيق بتاعك على جوجل بلاي فتقدر تخليها على نعم عشان الناس تقيمك لو ما نزلتوش على جوجل بلاي فانت هتضغط على لا تمام او سيبها زي ما هي على نعم ما فيش مشكلة عندنا حاجة اسمها ملف اعلانات التطبيق دي طبعا ماناش دعوة بها دلوقتي دي بتاعت اللي بيزر اعلانات داخل التطبيق لما ان شاء الله تنزله على جوجل بلاي تمام تمام عندنا بقى حاجة اسمها تصميم والالوان بقى تمام الالوان عايزينها تكون ازاي تمام يعني انتم تقدروا انكم تجربوا كل حاجة وبقى اسهل طريقة جدا جدا تمام عندنا برضو نوع القائمة دي مهمة يا جماعة نضغط عليها ونخلوها على بدون قائمة ركزوا معايا بدون قائمة بعد كده نضغط على يحفظ رسالي الاشعارات دي بقى بتاعت ايه تمام ركز معايا يا محترم عشان افهمك خطوة خطوة هندغط مثلا على رسالة جديدة حضراتكم دلوقتي هقولكم على اهم حاجة فقط تمام وليكن هكتب هنا تحديث جديد تمام تحديث جديد بعد كده برضو هاخد نسخ هنا وهكتب هنا برضو تحديث جديد لو انت عايز تكتب حاجة مختلفة فانت براحتك تمام بعد كده هضغط على رسالة مخصصة او ارسال رسالة دردشة براحتك عايز تكتب رسالة مخصصة او ارسال رسالة دردشة فهو براحتك هضغط انا مثلا على ارسال رسالة مخصصة تمام هنجتم مثلا حدث البرنامج الآن مثلا تمام بعد كده هنعلم على كل النص ده تمام وندغط هنا عشان نخلي النص تخين تمام يعني باللغة عريضة تمام بعد كده نضغط على التالي بس انت طبعا ما تعملش كل الكلام ده غير لما تنشر التطبيق لأصدقائك او تنزله على جوجل بلاي فاهميني فاهمين يا جماعة بعد كده تضغطوا على ارسال هيبدأ ان هو ايه يرسل لكل الناس فيه الاشعارات من فوق كده اللي هو فيه تحديث جديد فاهمتوني يا رب يكون المعلومة فاتتكم بتمنى جدا انك تعمل اشتراك ولايك عشان تستفاد كمل معي الشرح ما تروحش في اي حتة تمام طبعا نضغط على السابق دلوقتي حضراتكم برضو تقدروا انكم تعملوا ارسال رسالة ونفس الموضوع تمام بس هنا رسالة هتكتبوا مثلا يوجد تحديث الآن بعد كده نضغط على التالي ونضغط على ارسال برضو تمام تمام كويس جدا دلوقتي حضراتكم فيه حاجة مهمة جدا جدا وانكم لما تنزلوا التطبيق على الموبايل لو عدلتم اي حاجة او عملتم تحديث بيظهر للشخص التاني ان فيه حاجة متعدلة تمام يعني افاهمكم اكتر انا مثلا لما عملت التطبيق ده تمام شايفين علامة اليساوي دي لو عايزينها فوق تمام انا مثلا مثلا يعني انا قلتها فوق روحت لشات جي بيتي قلت له اعمل لي كود جديد تمام اتش تي ام اللي جديد يعني خلي علامة اليساوي فوق فهو عايزهر للشخص التاني ان علامة اليساوي بقت لفوق فاهمتوني طبعا نسيت اقول لكم على حاجة مهمة وانكم لما تيجوا تعدلوا الكود تمام وتاخدوه من شات جي بيتي هديجوا على حاجة اسمها الاكسام وتضغطوا على القلم هنا وتمسحوا الكود ده اللي هو القديم يعني عشان طبعا التغيرات اللي انت عملتها تظهر للناس بعد ما تضغط يحفظ وتغير الكود القديم بالكود الجديد لو دلوقتي بقى عايزين نحمل التطبيق هنضغط على تحملي التطبيق تمام بعد كده هنضغط على download app وزي ما انتم شايفين هبدأ ان انا هحمله على سطح المكتب وهقول لكم ازاي تحمله على الموبايل دلوقتي تمام هنفتح متصفح جديد بعد كده نكتب media fire تمام media fire وهنضغط على اول موقع طبعا حضراتكم هيتلوم منكم انكم تعملوا sign up او تسجيل دخول داخل الموقع طيب ليه الموقع ده عشان هنعمل كده تمام نجيب التطبيق بتاعنا ال application ونحطه داخل هنا الموقع بعد كده هنبدأ اللي هو يحمل تحت زي ما انتم شايفين طيب ليه يا بيسو عملنا الخطوة دي عشان حضراتكم هناخد لينك تمام رابط يعني عن تبعاته لنفسنا على بقى المسينجر او واتساب تمام اي حد يعني تبعاته لك لنفسك المهم انك تستلم اللينك ده عشان اول ما تضغط على لينك تقدر انك تحمل التطبيق فهمتوني بتمنى برضو انك تعمل اشتراك و لايك محتوى مفيد وبقى تعب جدا جدا ايه عم يحطيلي لايك او كومنت مثلا يفرحني زي ما انتم شايفين بعد ما يخلص هيقول لكم file uploaded وهيجيب لكم علامة صح ونقدر دلوقتي اللي احنا نضغط على نسخ الرابط واتبعته لنفسيكم الرابط ده للموبايل مثلا تبعته لنفسكم في اي منصة مسينجر تليجرام زي ما انا هوريكم دلوقتي ده مثلا التليجرام تمام هبعته لنفسي هضغط كده تمام اهو ابعت اللينك ده كده هو اتبعت على الموبايل عندي تمام لان ده اسمه boot البوت ده في التليجرام انا عامله خاص بيا عشان مثلا لو عايز احفظ اي حاجة زي ما انتم شايفين ومنسهاش بس احنا حطينا اللينك هنا تمام تعالوا بقى نشوف التطبيق بها عامل ازاي من الموبايل وكيفية التثبيت زي ما انتم شايفين حضراتكم ده اللينك بتاعنا تمام اللي احنا بعتنا من الكمبيوتر لتليجرام عشان ابدأ ان انا احمل البرنامج بتاعي تمام هفتحه بالشكل ده على جوجل كوروم تمام بعد كده هضغط على دول لود او تحميل وزي ما انتم شايفين هيبدأ ان هو يحمل فوقه وبأسهل طريقة جدا جدا دلوقتي حضراتكم بعد ما التطبيق يتثبت تمام نضغط على ثلاث شرط بعدين على عمليات التنزيل وندغط على التطبيق بتاعنا وندغط على تثبيت زي ما انتم شايفين هيبدأ ان هو يثبت بدون اي مشاكل ونفس الاسم اللي احنا عملناه ونفس الصورة تمام تمام زي ما انتم شايفين حضراتكم التطبيق بتاعنا هو نضغط عليه وبعد كده على السماح زي ما انتم شايفين الالة حسبة بقت فوق الخرافية وممتازة تعالوا نجرب حاجة مثلا نكتب 500 زائد 500 نضغط يساوي بقى 1000 يعني مفيش اي اخطاء خالص يعني موقع ممتاز جدا والبرنامج بقى ممتاز وتقدروا حضراتكم انكم تعدلوا الكود وتكتبوا اسمكم هنا زي ما ذكرت وتعملوا كل حاجة زي ما انتم معايزين ده كان شرحنا النهاردة ما تنساش اشتراك ولايك لو استفدت كان معاكم باسل من كناتكم بيسو تكنولوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته